أكد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء أن الحكومة أعارت موضوع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية أهمية بالغة الوزير المطوع أكد في رده على سؤال نيابي حول تصحيح المخلفة والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إنه قد تم تطوير منهجية التعامل مع هذه التقارير بما يعزز مفاهيم الشفافية والرقابة الذاتية مشيرا إلى أن مجلس الوزراء يقوم باتخاذ جميع القرارات اللازمة فور تسلم الحكومة لتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ويتم تكلف اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالإشراف على متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير المشار إليها ووضع الحلول المناسبة لمعالجة تكرار الملاحظات بالتنسيق مع الجهات المعنية وتقوم اللجنة التنسيقية بدورها بتكليف وزارة شؤون مجلس الوزراء لدراسة التقرير وحصر وتصنيف الملاحظات الواردة فيه حيث تقوم الوزارة بتحليل تلك الملاحظات وفرزها وتقسيمها بحسب طبيعتها ومسارات الإجراءات المطلوبة لعلاجها